عوائل بالمئات باتت تحت رحمة مصير مجهول في منطقة البكرية فالزراعة باتت ممنوعة عليهم وعمليات التجريف مستمرة حتى مع امتلاك الاهالي لوثائق تؤكد عائدية الارض لهم لكن جهاز مكافحة الارهاب مصر على انتزاعها حتى مع وجود اوامر ولائية من المحكمة تقتضي ايقاف ذلك بل سبعمائة عائلة سبعمائة عائلة وكلها ناس فقرة وبسطاء وساكنة من الثماني ناس ساكنة يعني انا بالاول ابتداء ساكن هاي المنطقة واني ابو مزرعة وبستان وعندي اجازة بناء انطوني الدولة اجازة بناء والاجازة البناء ما در او الهبال زيان انا بنائي وبستاني ونخلي وهاي وين انطي وجه انا يعني روح السن احنا صارنا سنة وسبع تشهر اخي العزيز سنة وسبع تشهر النادي رئيس الوزراء انطالب بس يجينا احنا نروح له يدزع علينا ماكو ليش شغلة غامضة ثاني شي اليوم جمعة اكو يوم جمعة مفتوح الطابو لتسجيل السندات لجهاز مكافحة الارهاب كل ثلاثة يام اربعة تجينا قوة مرة مدنيين مرة عسكريين بس الفرحة جوي قوة من امانة بغداد وجهاز مكافحة الارهاب بدون امر يعني عني حيشة توية قلت لاني اريد الامر طيني امر قضائي طيني امر فشي استند عليه اسم الموظف قال لي رقم السيارات محل يطيني هاي القاع كلها الارض الزاحة يمكن صار ست مرات اجيب المواد واجيب البذور واحرثها واغلبها وانتظر المطر مي ماكو غاطعين علينا المي والمطر هاي قليل وهاي كلها خسائر بخسائر يمكننا انا خسارتي هاي السنة يمكن من 12 مليون دينار الاغرب من كل هذا هو فتح التسجيل العقاري في يوم الجمعة وهذا ما لم يحصل في تاريخ البلد منذ تأسيسه بحسب اصحاب الارض الذين طالبوا واجير العدل بالتدقيق بهذا الموضوع فالظن عن عدم انصياع من يريد الاستيلاء على الاراضي الى اكثر من قرار ولا اي صادر من المحاكمة اليوم الدوائر المختصة لا تعمل في ايام العطل اليوم يوم الجمعة ورأينا اليوم اكثر من عشر عجلات في طابو الكرخ بصراحة اليوم بما يخص الاراضي الزراعية الموجودة في منطقة البكرية وهذا الامر بصراحة سؤال انه هل يسمح لهم وزير العدل باجراء الشي اللي معرفنا انه ما ديسر عملية التزوير بصراحة اتدرت اوامر ولائية بيقاف جميع الاجراءات للدوائر المختصة للبلدية والامانة والعقار وبلغتهم مكاتب العدول بلغتهم بهذا الامر وما زال الاصرار مستمر ويأمل ساكن منطقة البكرية بان يكون لرئيس الوزراء تحرق عاجل وسريع في هذا الموضوع الذي بات يخضع لامزجة متنفذين في تنفيذ عمليات التجريف بخلاف القانون اشتركوا في القناة